هل في فرق يا كابتن ابو الدهب وكابتن مسلم ما بين مسيماني وكولر؟ لأنه خلي بالك جمهيري الأهلي بتحب مسيماني جداً اه انت بتحب مسيماني عشان جاب لك بطلتين لكن انا بكلمك فنياً لا فنياً كولر لا لا كولر مختلف يا فاروق في كل حاجة عايزة اقولك حاجة كولر ممكن يا فوق بمسافة قدية يا فاروق لا بعيد اه طبعا انت بتتكلم اقولك خلي بالك كولر ممكن ينسي جمهيري النادي الأهلي جزيه بالأداة اللي احنا بنشوفه باللعابة اللي بالتدوير اللعابة اللي بنشوفه النهاردة النادي الأهلي يا فاروق 34 لعيب شاركه في الدوري مفيش اللعيمان أشرف الوحيد اللي مشاركش يعني كل اللعاب أساسيين حتى النهاردة لما بتفاجأ يا احمد ان انت بتشوف مصطفى شبير وبيلعب ماتش نهائي كمه يعني بطولة الأفريقية طلب فراس لعبه لا انا بكلمك بالماتش ده بالذات يعني ماتش الوداد لما لعب مصطفى شبير وقدى بشكل جيد لا يبقى واضح ان الراجل ده شخصيته قوية ماسك قدت اللفس بشكل كبير جدا محافظ عليها في عقوبات داخلها من اللي بيغلط حتى شوفنا اللعيبة بتلتزم يا فاروق كل اللعيبة بتلتزم وكل اللعيبة انا عمر ما شوفت أفشا كان بيعمل ما شاء الله عليه كان بيعمل تاكلن عشان يقطع كوره ما كانش بيدافع ابتدى يدافع ابتدى يتحرك ليه؟ لان فيه ناس بالدبدب وراءه اي حد يعمل حاجة عمل منافسة من اللعيبة الدب دابة تنقلع دب دابة بكوره بس يا فاروق خلي بالك يعني احنا بنتكلم لا موسيماني في حتة تانية ويعني كلر في افتجاه تاني خالص لو جاءنا نتكلم فاني في الشغل بتاعه لا الدليل على كده اللي انت اللعيبة عندك موسيماني كان عنده كمية إصابات بشكل كبير جدا خلي بالك انت بتتكلم على كوره النحايا دي الروتيشن اللي بتشغل بي او المعدلات اللي يوقع البدنية مختلف الرتم النادل الاهلي مختلف بقى اسرع لو جاءت تكلم على تعمل احصائية تهدفية في النادل الاهلي في الاهداف لا الناد الاهلي كمية الاهداف مع كوره بشكل كبير جدا مختلف وراجل ما كميش سنة النهاردة انت بتتكلم الاهلي عنده 62 هدف 62 وعليه تسعة طيب بس ما انا مقولك في اختلاف انت عندك كده اكو خط الدفاع موجود في النادال تعرف يا ابو المسلم يعني فرق كبير جدا مسلا ما بينه وبين التاني تسعة وفيرامد زماغة وانا مكلمك 62 وانا مكلمك 62 وتسعة وثلاثين عليه فوتشور 23 يعني ده يقولك على ايه ده يدليل على ايه اللي انت رأي لانه النادي هو بعد الاهلي اهدافي 23 فوتشور ايو انا بقولك ده دليل الراجل كان عنده مشاكل كان عنده مشاكل كبيرة حتى شوفناك في كاس العالم يعني انت تاخد اربعات وانت تاخد ثلاثات وفي صندوز خمسة لكن الراجل بعد ما رجع لا ابتدى يتكلم مع العيبة يحفظها مشاكل كبير وكان فيه لعيبة ترى تزبط امورك تاني لا ما انت ابتدى ترجع لان انت عندك المشاكل ما انت لو النادي العلي دايما بتبقى في حالة هجومية فاروق لازم الديفنس دايما بيبقى واقف صح ومركز بشكل كبير وده اللي احنا شوفناه الفترة وضيف على كده كمان خلي بالك ده خلى اللعيبة اللي بتلعف خط الدفاع بيجيب اهداف انت بتتكلم على عبد المنم جايب له بتاع 6 هدف بتتكلم ازاي قال زمارك على 36 هدف طبعا انا بكلمك بقى داي دليل عليك داخل في الاربعينات زي وزي زي وزي بتقول النهاردة بتقول النهاردة كمان بقى وكده تمانية وزي بداية فاروق يدل على ايه الحالة النظامية جوه الفرقة ده بعملها ازاي انت بتتكلم عن نظام بيقول الفرقة عامل ازاي ان الفرقة عندها سيستم بتشغل بشكل مماز او عندها عشوائي شكل عشوائي ناس كلها بتبقى طيرا وناس كلها بتلاقي بمناراها فدي كلها مشاكل بتحصل عشان كده بقولك النهاردة الاهلي مختلف المسلماني عن كولر كولر مختلف مختلف في كل حاجة انت عندك مسلماني كان بيعتمد على 12 لعيب او 13 لعيب هما اللي لعبوا معاه انت بتتكلم على كولر انا جانا نتكلم النهاردة كل فرقة شاركة معاد ايمن 10 ده قال لك تصريع غريبة حتى ونشي بعد مخسر الدورة يا احمد قال لك تصريع غريبة قال لك انا ما كنتش فاهم الدورة لمصر فدي كانت مشكلة في الاول لا افريقيا خمال نا انا مش جايبك هو افريقيا لكن انت النهاردة وهذا التصريع هو زي ما قال لها احمد انت كنت بتعتمد على بعض اللعيبة وكان عندك مستشفى مفتوحة ايه طبعا بسبب الاصابات اللي كان موجودة فعشان كنا بقولك يعني انت بتتكلم بص النفس يعني كولر اللعب كام لعيب ونفس المستوى نفس الشكل وخلاء لك كام لعيبة بتتكلم على كولر عملك عملك كادر في نص ملعب زي ما رأنا عطيت صح تتكلم خدم منتخب مصر فانا بقولك دي منوعية المدربين زي ما جوزيه كان بطور اداء اللعبين لأ كولر بتطور بشكل كبير جدا هو فيه مدربين يا فاروق بس اسمعني اللي هو ممكن انا في اللعب ممكن اطور اداء اللعبين بس بدون هدف انت فهم ازاي لأ راجل مسلماني كان بيجي اخب بطلات يعني البطلات من ننكرش لعم بطلات وعمل شكل كويس بس احنا بنتكلم على اداء اللعبين ما اتطورش مع المسلماني بتتكلم على كولر اي حد تتكلم بتتكلم الكهرباء على اقل بقاله سينا ما بيلعبش اما الراجل مش صغل مع الراجل حتة تاني ده دي قوة المدير الفني وشخصية المدير الفني اه والجهاز كله الحقيقة برضو ما انا بقولك انا عشانك كنا بقولك الجهاز النادل الالي متكامل النادل الالي يا فاروق